بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للمدينة والثانية بقيمة 184 مليون درهم لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغادة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتأتي هذه المساعدات بعد قمة القدس في الظهران والتي عبرت بصدق عن وقوف العالم العربي صفا واحدا لدعم الشعب الفلسطيني مثمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز واستمرارا للجهود الإماراتية التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته